اهلا بكم في قناة علمني التركية درسينا النهاردة هيكون عن اختبار تحديد المستوى وحسب لكم وقت تجاوبوا معليه في هذا السؤال يريد منكم وضع دمائر شخصية على هذه الاسئلة اول سؤال نقط تبلانتدا يوكتو تاني سؤال نقط سيني ارادك اما نوات بيزي ارامدن تلت سؤال نوات قدققى ده توريوهرر روبي سؤال نوات بني انلامدينز غالبا خمس سؤال نوات احمدتن özür diledim اما نوات بني افتت مدي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الاجابة رقم واحد او تبلانتدا يوكتو يعني هو لم يكن في الاجتماع الاجابة رقم اتنين بيز سيني ارادك اما سان بيزي ارامدن بمعنى نحن اتصلنا بك ولكن انت لم تتصل بنا الاجابة الثالثة اولار قدقى ده اوتوريوهرر يعني هم يعيشون في قدقى رقم اربا سيز بني انلامدنز غالبا يعني غالبا انتم لم تفهموني رقم خمسة بان احمدتن اذر دي لدم اما ابني افت مدي يعني انا اعتذرت من احمد ولكن هو لم يسامحني في هزا السؤال يريد منكم ترتيب الجملة رقم واحد يل استنبول دا جيتشان ميدنز السؤال رقم اتنين احمدتن 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 لماذا؟ لا تستطيع من قناة لأسوال مع ذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل كنتم في اسطنبول السنة الماضية؟ اشتركوا في القناة في نهاية الاسبوع ذهبتوا مع عائشة الى السينما السؤال رقم 4 بمعنى لماذا لم تشربوا الحليب في الافطار؟ في هذا السؤال يريد منكم وضع اسئلة على هذه الاجابات السؤال رقم 1 هير يورجون ديليز رقم 2 كيرك بش ياشن داييم رقم 3 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رقم 6 اشتركوا في القناة سنفة رقم 7 رقم 7 هير دوكتور ديليم مهندسيم رقم 8 رقم 8 سنفة 15 أهرنجي رقم 9 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رقم 10 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 رقم ستة بمعنى هل يوجد خبز في الخزانة؟ رقم سبعة كاتشنج قطة يعني الصف او الفص في اي طابق في هذا السؤال يريد منكم عكس الصفات اشتركوا في القناة 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 ويتفعلوا القرص